والحكاية الكبيرة العظيمة هي بيب جوارديولا بيب جوارديولا لو اعتبرنا ان اول موسم بس تعال اقول لكم بيب جوارديولا لما جيه منشستر سيتي خد كم دور انجليزي ونعتبر اول موسم ده ما يتحسبش تعال نشوف يلا بينا بوس يا سيدي 2016-2017 شلسي هو اللي خد البطولة والسيتي كان في المركز الرابع كان لسه بقى بيتعرف على اجواء الدولة الانجليزي ولو تفتكر بقى قاعد يقول لك ايه بيب جوارديولا مش هينفع في الدولة الانجليزي بعدها اكتساح 17-18 سيتي بطل 18-19 سيتي بطل 19-20 ليفربور بطل وسيتي الوصيف 2020-2021 سيتي البطل 2021-22 سيتي البطل و2022-2023 هيبقى سيتي البطل طيب قال لك بيب جوارديولا فاكين اول موسم ده يا عم بيب جوارديولا لا ينفع في اسبانيا ممكن ينفع في ألمانيا لكن انجلترا حالة خاصة وما ينفعش بقى يلعب اللاعب بتاعه دوت والكرة الحلوة الممتعة على الارض البنى والخطط الغريبة اللي بيعملها مش ينفع يعملها في الدولة الانجليزي اكتسح اكتسح الجميع في الدولة الانجليزية هتقول لي يا عم ما هل بيطلب لبن العصفور بيجيله لا في فرقة تانية بتطلب لبن العصفور وبيجيله ومبيعملوش حاجة في أوروبا باريس سان جيرمان بيجيل لبن العصفور واكتر شوية ومبيعملوش حاجة هتيجي على الدولة الانجليزية يونيتد مصاريفه كتير قوي ما بيعملش حاجة ليفربورد برضو صرف مصاريف معقولة باستثناء السنة دي هاي اللي ما عملتش فيها حاجة باستثناء الفات كان بيعمل بصراحة شلسي يا خبر على شلسي بيصرف مصاريف مهولة اكتر فريف انجلترا صرف السنة دي ولا حاجة كان قصة مش لعبة ومميزة بس وبالمناسبة اوه تخيل معاي كده جندجان النهاردة بالمناسبة مع مانشستر سيتي قدام ايفرتون جاب جول يجيبه بس ميسي ممكن يجيبه كريستان ونالدو جندجان لو تفتح جندجان ده جات له اصابتين صليبي من دورتموند ولما جي سيتي جات له اصابات تانية كان مفهود لعب ينتهي من الزمان لما تفكر في جندجان تقول ان هو لو برا سيتي كانت مسيرته هتبقى عاملة ازاي ولا حاجة هيبقى لعب عادي لما تبص على كيفين دي بروين فاكين كيفين دي بروين لما كان في تشلسي مع جوزي موريني ومعملش حاجة كيفين دي بروين واحد من احسن لعيبة العالم دلوقتي برناندو سيلفا لو تتخيل ان هو برا ممكن تقول ما اعملش حاجة راب محل ممكن ما اعملش حاجة وان كان يعني راب محل كان من اللعيبة اللي جابت لليستر سيتي الدورينجيز بس بتكلم على مسيرة طويلة يعني جريلش يعني ايه مش بقولك ان اللعيبة دي سيئة وهو اللي خلى منهم لعيبة كويسة بس هو خلىهم افضل لعيبة في العالم مش خلىهم كويسين خلىهم افضل لعيبة في العالم ده شغل مدرب مهما كان عندك لعيبة ومهما كان عندك عناصر ده شغل مدرب يعني ايه مدرب لما تيجي تهب منه كده يقولك والله انا الرايت باك اللي هو الزاهير الايمن والزاهير الايسر هدخلهم في نص الملعب يعني ايه يعني ايه اجيب السنتر باك المدافع وحطه في نص الملعب زي ما عمل مع ستونز سيبك ما اللي بيتعامل في مصر مع ستونز مثلا يعني اصلا يمشي في يناير كانسيلو اللي هو كان افضل لعب في مانشستر سيتي الموسم الماضي عشان كانسيلو مش هيقدر يطبق او مقدرش يفهم الفلسفة بتاعت بيب جارديولة الجديدة فاكرين طبعا بيب جارديولة ده فلسفة السيئين من ساعة ما بدأ لما بدأ يلعب بميسي شادو سترايكر ومشى زلتان براموفيتش من برشلونا عشان عايز ميسي هو اللي يبقى شادو سترايكر في خطة الفولس ناين اللي هي من غير مهاجم رقم تسعة فاكرين الكلام ده تبتضحي بزلتان عشان الخطة مطبوس هو هو نفس الشخص هو هو نفس الشخص اللي رجع ديفيد ألابة سنتر باك مع باينو بادي ده مكانه الطبيعي نفس الشخص اللي خلت شابة ألونسو شابة ألونسو واحد من أحسن لعب وقسط الملعب في العالم خلامه دافع هو نفس الشخص الغريب العجيب اللي يمشي جيسوس وستيلينج وزيتشينكو وكانسيلو وعدد آخر من اللاعبين والسيتي يفضل بنفس القوة نحن لها مدرب إعجاز بصراحة مدرب إعجاز بكل المقاييس يعني ترجمة نانسي قنقر